احنا في ظل تواقع طبعاً اقبال جماهير جبير جداً في هذه النسخة ازاي فريق المتطوعين اتدرب واستعد لهذا المعرض في هذه النسخة بنامج ده انا متطوع في معرض القرار الدولي الكتاب هو واحد من برامج الوزارة الشباب والرياضة بتديرها وبطرعها طبعاً بالتعاوم مع وزارة الثقافة تحت عدد الكلاني وتحت عدد الاشر في صبحين بس البينامج ده بيدي من ضمن استراتيجية لوزارة الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية للشباب والناشر فرؤيتنا تريه العمل التطوعي في وزارة الشباب والرياضة هو نوع من انواع الخدمة المدنية اللي بيقدمها الشباب او المدرسة المدنية اللي بيتعلم فيها لنظام تعليم غير نظامي هو بيتعلم عن طريق الخبرة والتجربة وكساب الخبرة فعشان كده ده من المحرسين على في تقدردنا وتأهننا للولاد دول انهم ينزلوا على قد الميدان قادرين ان هم ياخدوا اقصى استفادة من الخبرات اللي يكتسبوها ويقدموا اقصى من عندهم فعشان كده احنا بنمر قامة طوعة اسس من سبعة سنين للمساهمة في ادارة معرض القهر الدولي الكتاب الحدث الثقافي الاهم في الشرق الاوسط وممكن نقول ان هو اربع مع كتاب فعلا رمهيري في العالم احنا نتكلم كل سنة في خمسة مليون شخص فعشان كده احنا بنشتغل على اختيار كوادر من الشباب المناسبة من كل الشباب المصري بنفتحه بالتقديم ونفتحه بالتقديم لعدد ايام قليل جدا اربع اخمس ايام ويقدم لنا عشرة تلاف ده ليه لان خلال السبعة سنين اللي فاته فيه من النماذج الشبابية الكتيرة جدا اللي اتخارروا من البرنامج دوت قدموا وناس شافتهم انهما كانماذج كويسة فكل الناس بتعايز تخشوا وتخد التجربة دي فبيقدم الناس الشباب وبعد كده بنعملهم مقابلات شخصية بيحضرها عدد من قائدات الوزارة طبعا وبالتصفية النهائية بتبقى 2000 مقابلة شخصية في الاخر بقى في 300 شاب بيتم اختيارهم للعمل داخل معد قرار دولة الكتاب طبعا اشيحنا بنشتغل بلجنتين عمل لجنة التنظيم والمعلومات داخل المرض ولجنة التوصيق الاعلامي فاحنا بنقدم لهم التدريب على الاساس دوت في الاول وتدريبنا بينقسم لأكثر من مرحلة اول حاجة انا باخد الولد او الشاب البنت والولاد اللي جايين بيدي له فكرة ايه هو معد الكتاب واهميته ايه دولة المصرية ايه هي منظومة المجتمع وازاي هو هو يكون فاعل فيها عشان يبقى مدرك موقعه من داخل المجتمع بتاعه ايه وازاي هو ممكن بيحرق قليلة جدا يقدم في خدمة للمحيط بتاعه والمجموعة البشرية المحيطة به وبعد كده بنبتل نشتغل معه على جزئية المهارات الشخصية في التعامل مع الناس لانه هو يتعاط احتضغط كبير يعني هو بيقابل عدد كوي جدا من الجمهور يوميا والثقافات مختلفة وكان جنسيات مختلفة فهو يبقى قادر ان هو يتعاطع مع كل شخص بشكل مرين ويقدر يتجاوز اي مشكلة من غير ما يورط نفسه في ازمة او يخلق ازمة يعني اذا ما بنقول ادارة الازمة وتصدير الازمة ادارة الازمة وتصديرها بتبدأ من الشخص انا يعني انا لو لداخل قدامي هو عايز يفتع الازمة هنقدر يمتصه وتخطى به الازمة دي غير ما انا اسلوبي اصلا هو اللي بيسبب الازمة فحنا بننح معد الكتاب والولاب بيضربه 3 او 4 يام قبل المعاد بعد عملية اختيارهم وبننطرق بقى زي ما ان شاء الله ننطرق الناد